موسيقى الدورة 18 النادي بالتأكيد فيه فرقة بتنافسه فيه فرقة بتصارع على الهبوط وكل واحد بيبقى له هدف معين زي ما قلت في البداية ان كل واحد بيبقى له في كل موسم كده أهداف فيه فرقة بتبقى المطلوب انها تأخذ البطولة ما فيهاش كلام ما فيهاش نقاش ما بتختارش او ما بترضاش غير بالمركز الاول وفيه فرقة بيبقى هدفها مجلس قدارتها الناس القائمين عليها بيبقى هدفها انها تكون موجودة في المربع الزهبي فيه ناس كمان بتبقى هدفها انها تكون في وسط الجدول لا هي هنا ولا هي هنا وفيه ناس كمان بتبقى عارفة انها من البداية هتسارع على الهبوط لكن يهمها انها تفضل في الدورة المصر هو موسم ساخن بالتأكيد وتحديدا الموسم اللي احنا فيه ده وتحديدا موسم 2018-2019 ومتغيرات ومتغيرات مهمة وحاجات تسوقية او حاجات رقمية علية اوي وعالية بالدوري المصري كل المشاهدين وكل الوطن العربي مش عايز اقول المصري بس مش ببالغ ان انا اقول كل الجمهير في مصر بس او كل الجمهير المصرية لا بل الجمهير العربية كمان منتظر موسم 2018-2019 عشان كده هنشوف معلومات عن الفرق المصرية او فرق الجدول الدوري المصري والقيمة التسوقية الموجودة في كل الاندية وكمان اكبر لعبين سنا فيالي 10 او 11 واحد مع الدين 35 سنة فهنشوفهم مع بعض ونتكلم مع بعض عليهم ولاهم طبعا او اولهم النادي الاهلي 1907 تاريخ التأسيس وعدد البطولات والمدير الفني كارتريون طبعا ده ده المدرب المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي واللي خاد بطولة افريقيا مع مازينبي لو تتذكروا حضراتكم واحد من الناس اللي موجودة في الدوري المصري والبطولات المحلية ويعرف كتير جدا عن البطولة المصرية دي كانت النادي الاهلي فتأسيسه 1907 عدد البطولات 40 بطولة من أصل 59 أنا مسحف التجربيني النتائج ايه انتم اوكي انتم كل من تاريخ الفرع بالاسماعيلي الاسماعيلي 1924 عدد البطولات 3 خير الدين مدوي ده طبعا المدير الفني الجزائري وهو طبعا واحد من الناس اللي لها خبرات كتيرة جدا حتى في القرى الافريقية وكان واحد من الناس اللي حققت بطولات على مستوى المحل الجزائري واللي وصلت لنهائي افريقيا لو تتذكروا ان لم تخلني الزاكرة موسم 2014 تحديدا يعني قدام مازمبي ان لم تخلني الزاكرة الزمالك 1911 12 بطول الدوري عام دروس هو طبعا المدير الفني لنادي الزمالك واللي هيخد اولى مبارياته مع نادي الزمالك النهاردة امام بيت روجيت المصري 1920 حسام حسن هو المدير الفني بلأ القاب لدوري المصري حرس الحدود 1950 ده تاريخ التأسيس اهماد سليمان هو المدير الفني سموحة 1949 المدير الفني هو علي ماهر الجونة 2003 شام عزمي هو المدير او شام زكريا آسف هو المدير الفني الدخلية موسم 2005 وخمسة المدير الفني هو علاء عبد العال مصر المقصة 1988 طلعت يوسف هو المدير الفني مصر المقصة اعتقد ان 1998 98 مش عارف هل المعلومة صحة ولا غلط اه اوكي كان اسم هو دي مصبوط ودي دجلة تاريخ التأسيس 2002 يونيس ده المدير الفني اليوناني لوادي دجلة المولين العرب 1973 والمدير الفني هو علاء نبيل وعنده بطولة دوري الاتحاد السكندري 1914 من اقدم الاندية واعرق الاندية بالتأكيد ونادي محبب جدا جدا لكل الاهلوية هو نادي الاتحاد السكندري المدير الفني هو كابتن محمد عمر امبي 1985 خالد متولي هو المدير الفني طلع الجيش 1995 محمد حلمي هو المدير الفني بترجيت 1980 المدير الفني هو طارق يحيى الانتاج الحرف بيه 2004 كابتن مختار مختار هو المدير الفني بيرامتس 2008 ده المدير الفني البرازيلي لسه نجيب اسمه فالنتينو ده المدير الفني والأسيط سابقا بالتأكيد نجوم المستقبل تاريخ التأسيس 2006 والحد دلوقتي ما تمش تعيين مدير الفني وده من نوادر الدوري المصري اللي ممكن ما تلاقهاش غير عندنا هنا في مصر طبعا كان مسكو كابتن محمد صلاح في البداية وبعدين مسكو كابتن ضياء السيد وبعدين كابتن عماد النحاس لمدة يوم واحد والحد دلوقتي لم يستقروا على مدير فني والبطولة هتتلعب النهاردة أو هتبدأ النهاردة أكبر اللعبين سنة في الدوري المصري 45 سنة هو أمر عصام الحضري كواحد أو أكبر واحد لعب في تاريخ كرة في مصر لحد السن ده ربنا يديله الصحة كابتن عصام الحضري في نادي الإسماعيلي محمد عبد المنصف و41 سنة بلعب في نادي ودي دجل السنادي أحمد سعيد نجوم المستقبل 39 سنة أحمد أحمد سعد 39 سنة النجوم المستقبل أحمد عيد عبد الملك 38 سنة في الجون السنادي رشاد توفيق 38 سنة في الداخلية أو رشاد فاروق 38 سنة هاني سعيد 38 سنة في المقصة محمد صبحي 36 سنة الداخلية حمادة طلبي حمادة طلبة 36 سنة في رامدس ومحمود فتح الله 36 سنة في نجوم المستقبل وأخيرا صلاح أمين 36 سنة في نجوم المستقبل يبقى دول العشر اللي عدوا سنهم 36 أو 35 سنة عصام الحضري محمد عبد المنصف أحمد سعد أحمد عيد عبد الملك رشاد فاروق وهاني سعيد ومحمد صبحي وحمد طلبة ومحمود فتح الله وصلاح أمين يبقى يبقى القيمة التسوقية على حسب ما زكرها موقع ترانسفير العالمي بـ 140 مليون يورو دي القيمة التسوقية للدوري المصري على حسب ما زكروا موقع ترانسفير العالمي وأولهم ويتصدرهم النادي الأهلي قيمة تسوقية بـ 24 مليون يورو و8 من 10 بيرامتس 23 و 3 من 10 الزمالك 22 و 2 من 10 الإسماعيلي 7 مليون و 3 من 10 المقصة 7 مليون و 2 من 10 والمصري 6 و 4 من 10 وأخيرا سموحة 6 مليون و 1 من 10 مليون يورو عايز أوضح حاجة بس مهمة جدا للناس تبقى فهمها هي القيمة التسوقية هي قيمة اللعيبة اللي موجودة مش القيمة المباع بيها اللاعد يعني بمعنى أدق أن أنت ممكن تشتري بعدد كبير جدا من الفلوس لكن القيمة التسوقية اللي المفروض يتباع بيه اللاعد ده اللي موجودة عندك في الوقت الحالي أو عدد اللعيبة اللي موجودة عندك في الوقت الحالي يتصدرها النادي الأهلي بـ 24 مليون يورو و 8 من 10 طيب تكلمنا على الأندية و تكلمنا على القيمة التسوقية و تكلمنا على و تكلمنا كمان على أكبر اللاعبين سنا لازم تعرفوا وتتأكدوا أنها موسم هيبقى قوي موسم السهل خالص موسم الناس كلها منتظران الناس كلها مستنيا موسم محتاج المتابعة عشان تحكم عليه صح عشان تكلم كلام مصبوط عشان يبقى كلامك طالع زي ما الميزان بيقول أو زي ما الكتاب بيقول لازم تشوفه في تجارب جديدة في الدور المصري فعايزين نتفرج عليها الأول عشان نحكم عليها ممكن يبقى فيه فرقة كويسة لكن مقاومة البطولة ما تبقاش عندها يعني فيه فرقة كويسة لعبة كويسة يعني كفرقة جمعية كويسة لكن على مدار البطولة البطولة زي ما نقولت كده عدد من المباراة كتير بدوافع مختلفة بأيام مختلفة باستقرار مختلف أو استقرار ثابت يعني بيدخلها حاجات كتير كده بتبقى مستجدة التعامل معها هيبقى إزاي عشان كده محتاجين بيشوف التجربة السنة دي في 2018-2019 لكن مفيش شك إنه موسم قوي جدا مفيش شك إن أحداثه هتبقى سخنة جدا مفيش شك إن في أحداث داخل الملعب وخارج الملعب هتبقى مولعة جدا أنا متأكد من ده عشان كده بقول هنا في ملعب الأهلي وخلال تواجدنا هنرصد كل حاجة هنتكلم في كل حاجة هنقارن بكل حاجة بالصوت والصورة وهنشوف المشهد هنا هتعملنا إزاي والمشهد ده كان القرار إزاي والمشهد ده كان القرار إزاي وربنا يجعل كلامنا خفيف على كابتنا عصام عرف التالي